السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا لجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن القناة اللي كتسم طبعا بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والرياضية كل ما بدو هذه الحلقة كنتلم كل متابعين الكرام باش متبخوش لنا بالضغط لازل الإعجاب فما تخسروا لو إذا ضغطتوا لعدة الزرادة وأيضا تخليوا تعليقات تحت الوصف لأنني كان قراءها بعناية قبل ما نطول لكم هندز أبرز عنوين الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل رغم ضغوطات البوليزاري وتوجهات حزبها مارافير يؤكد على دعمه لمغربية الصحراء حاشاكم يتهم المغرب بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر بالهجرة والمخذرات والسلاح والعملة المزورة سفينة نوح خطة هروب سرية جاهزة لفلاديمير بوتين المغرب يضع أسطول طائرات الكناذير في حالة تأهب بعد الارتفاع الصاروخي لدرجات الحرارة استئنافية بني ملال تؤيد حبس طبيبين متورطين في منح شهادة طبية وأهمية للوزير السابق محمد مبدئ اعتقال نصاب انتحل صفة مسؤول كبير بالقصر الملكي تفاصيل مثيرة في هذه الحلقة اعتقال طبيب متقاعد يمارس الإجهاد غير المشروع داخل شقة بأقاذير وفاة كاتب مغربي بالولايات المتحدة ومهاجرون يطلقون حملة لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بالراشدية بعد كارثة الغواصة المفقودة الأم والزوجة المكلومة تفجر مفاجأة جديدة مسنة تبكي بحرق بعد رؤية شاب يشبه ابنها المتوفى في مكة المكرمة محمد الترك يفجر مفاجأة كبيرة البطمة رفضوا زواجا هذا سبب انسحاب الفنانة المغربية لطيفة رأفة من برنامج ستارلايت ابتسام شكارة زوجة رشيد الوالي تتجه إلى كوريا الجنوبية لمتابعة دراستها الجامعية أحبط الدبلوماسية الإسبانية أغوستين سانتوس مارافير الذي يدخل غمار الانتخابات العامة الإسبانية كوصيف ليولاندا دياز زعيمة الاتلاف اليساري سومر أمال جبهة البوليساريو بخصوص إمكانية اتخاذه لموقف جديد من قضية الصحراء المغربية وأكد مرة أخرى دعمه لمبادرة الحكم الداتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية وجاء تأكيد مارافير على موقفه هذا في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إيفي بعدما انتهت مهامه كسفير لمدريد في نيويورك وقرر العودة إلى إسبانيا من أجل التركيز على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في إسبانيا في الثالث ورشل من يوليوز المقبل حيث يوجد في لائحة يولاندا دياز المرشحة لرئاسة الحكومة تحت لواء الاتلاف اليساري الذي يحمل اسم سومر وأسر مارافير على تأكيد مواقفه الذائمة للمغرب في قضية الصحراء المغربية بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مارسها العديد من الموالين لجبهة البوليزاريو الانفصالية في إسبانيا وبالرغم أيضا من ميولات حزبه السياسية حيث تتبنى يولاندا دياز موقفا مؤيدا لجبهة البوليزاريو في قضية الصحراء حيث تدعو لمنح الصحراوين حق تقرير مصيرهم ويدعمها في هذا الطرح العاديد من السياسيين اليساريين المنضمين إليها وكانت يولاندا دياز قد أحدثت ضجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعدما أعلنت عن اختيار السياسي الإسباني أغوستان سانتوس مارافير كوصيف لها في لائحتها الانتخابية التي ستدخل بها غمار المنافسات الانتخابية العامة في الثالث والعشرون من يوليوز المقبل وهي الانتخابات التي ستحدد من سيتولى رئاسة الحكومة في البلاد ويرجع الجدل الكبير الذي وصل صداه إلى جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى المفاجأة الكبيرة التي أحدثها هذا الاختيار من طرف يولاندا دياز اليسارية المعروف بدعمه العلنية لجبهة البوليزاريو في حين أن أغوستان مارافير الذي كان يشغل حاليا منصب سفير مدريد لدى الأمم المتحدة معروف بدعمه للمغرب في قضية الصحراء ومساندة لمقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع ووفق ما ذكرته عدد من المنابر الإعلامية الإسبانية فإن هذا الاختيار كان بمثابة الصدمة لجبهة البوليزاريو وعنصارها في إسبانيا الأمر الذي دفع بيولاندا دياز التي تشغل حاليا منصب وزيرة الشغل في حكومة بيدرو سانشيز إلى بعث رسائل إلى الجبهة تؤكد لها دعمها الذائم والمستمر لحق تقرير المصير الذي تدعو إليه الجبهة الانفصالية وردت جبهة البوليزاريو في بلاغ نشرته عدد من المنابر الإعلامية التابعة لها بأن ستنتظر الموقف الرسمي الذي سيعلن عنه حزب صومار الذي تتزعمه يولاندا دياز من قضية الصحراء ولن تصدر أي حكم في الوقت الراهن حول اختيار أغوستن سانتوس مرافير ويتهم العديد من أنصار وأتباع جبهة البوليزاريو في إسبانيا السياسي الإسباني مرافير بكونه أحد أعضاء اللوبي المغربي في إسبانيا مشيرين إلى أن مواقفه السابقة كانت دائما ضد جبهة البوليزاريو خاصة في فترتين حكم موراتينوس وساباتيرو وبالتالي فإن تواجده في لائحة صومار يثير قلقا كبيرا من المواقف التي قد يعلن عنها الحزب في المستقبل وذهبت بعض التحليلات السياسية في إسبانيا إلى أن يولندا ديازا لم تكن تدرك حساسية اختيار مرافير كثاني لها في اللائحة الرسمية التي ستدخل بها غمار الانتخابات العامة ولو كانت تدرك الجدل الذي سيحدث هذا الاختيار لما أقدمت عليها الأمر الذي يشير إلى أن الكثير من السياسيين الإسبان لا يعرفون حقيقة الصراع بقدم يوظفونه لأهداف سياسية وانتخابية خاصة بهم جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد حاشاكم اتهامته إلى المملكة المغربية مساء يوم الأحد عقب المنورات العسكرية التي أجراها الجيش الجزائري في ولاية الجلفة حيث قال بأن الجزائر تواجه محاولات لزرع الاضطراب داخلها وقد لمح إلى وقوف المغرب وراء ذلك وحسب تعبير حاشاكم فإن الجيش الجزائري عليه أن يحرس على مواكبة التطورات الأمنية والعمل على تأمين الحدود عن طريق التصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة والذخيرة إضافة إلى تهريب العملة المزورة القادمة من نفس البلد في إشارة منه إلى المملكة المغربية وقال حاشاكم وحش الناس في خطابه الذي كان أمام رئيس هيئة أركان الدفاع سعيد شانقريحة والعديد من قادة الجيش الجزائري بأن بلاده لم تكن مصدرا لأي تهديد أو اعتداء منذ الحصول على الاستقلال لكنه أكد على ضرورة امتلاك عناصر القوة من أجل حماية الحدود الوطنية وبالرغم من أن حاشاكم لم يشر إلى المغرب بالإسم في خطابه إلا أن إحاءاته كانت تدل على أن البلد المقصود بمحاولات زعزعة استقرار الجزائر والمغرب حيث أن المديري العام للأمن الوطني في الجزائر كانت قد أصدرت بيانا يومي الأحد قبل الأخير وجعت فيه اتهاما مباشرا إلى المغرب تتهمه بمحاولة ضرب الاقتصاد الوطني الجزائري عبر شركة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية الجزائرية من عملة الضينار مشيرة إلى أن هذه الشبكة الإجرامية يقود رأس مضبر من المغرب حسب البيانة التي تنقلت الصحافة الجزائرية على نطاق واسع فإن الشرطة الجزائرية أحبطت في منطقة سيديب العباس محاولة أفراد شبكة إجرامية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول في السوق وقد تم حج جميع تلك الأوراق المالية التي وصل مجموعة إلى ألفين دينار وفق ذات المصادر فإن التحريات التي قام بها الأمن الجزائري أدت إلى توقيف أربعة أشخاص وأصفرت تحقيق معهم إلى أن الرأس المدبر يوجد في المغرب وكانت تخطط الشبكة إلى تزوير أوراق مالية وترحية في الأسواق الجزائرية على مراحل متفرقة وقال حشاكم في خطابه يومي الأحد بأن العملة مزورة انضافت إلى قائمة الممنوعات التي يجب التصدي لها من طرف الجيش الجزائري باتبارها قادمة من نفس البلد وهو ما يؤكد على أن الاتهام موجه إلى المملكة المغربية هذا ويرى الكثير من المتتبعين لشؤون الجزائرية أنه منذ تولي حشاكم رسالة البلاد خلفا للراحل عبد العزيز بوتفليق ارتفعت نبرة العداء تجاه المغرب وأصبح الخطاب السياسي للنظام الجزائري مرتبط بشكل مباشر بالجهر بالعذاة نحو الرباط وتحميلها مسؤولية كافة المشاكل التي تقع في الداخل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بعد لحظات من تفعيل خطته السرية للهروب من اقتراب مجموعة فاغنر من الكريملين وفقا للخطة التي وضعتها الدائرة المقربة من الرئيس الروسي والتي تحمل اسم سفينة نوحة سيجري إرسال بوتين ومسؤولين آخرين رفيع المستوى إلى أمريكا الجنوبية خلال عملية إخلاء طارئ فاغنر في بيلاروسيا ماذا يعني ذلك لحلف الناتو وكشف عباس جلياموف المحلل السياسي السابق الذي كان حليف بوتين وكاتب خطابته من عام 2008 إلى 2010 ويقيم حاليا في إسرائيل أن الدائرة المقربة من بوتين بدأت في وضع هذه الخطط في ربيع عام 2022 وحددت عدة مواقع مختلفة لإرسال نخب الكريملين بما في ذلك الأرجنتين وفنزويلا والصين وكتب جلياموف نقلا عن مصدر مطلع بقناتي على تليجرام كما يوحي اسم سفينة نوحة يتعلق الأمر بالعثور على أرض جديدة يمكن الذهاب إليها إذا أصبح الوطن غير مريح تماما وسيتعين عليه الإخلاء إلى مكان ما بشكل عاجل وقال جلياموف إن ميخايل غوفالتشوك العالم والمسؤول الروسي الذي يرأس مركز الأبحاث النووية الرئيسي في البلاد وضع الصين كوجهة أولى للرئيس الروسي لكنهم تخلوا عن هذه الفكرة لاحقا بسبب ضعف الأمل في التعاون مع بيكين في حالة الحاجة إلى الهروب لأن الصين لا تحب الخسرين كما نظرت إدارة بوتين أيضا في الأرجنتين وفينزويلا باعتبارها مناطق واعدة لكن الخطة تخلت عن الأرجنتين كمقصد لبوتين يقال إن خطة الهروب قد صممها بارون النفط وحليف الكريملين إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة روسنيفت وشركه المقرب يوري كوريلين اليد اليمنى لسيتشين في الشركة ويجري التخطيط على قدم وساق لدرجة أن كوريلين استقال للمساعدة في قيادة العمل حيث تم اختيار فينزويلا كوجهة لبوتين لترسو فيها سفينة نوح وكتب جاليا موفا لقد استقال رسميا من روسنيفت وهو يكرس وقته بالكامل لسفينة نوح ويحمل كوريلين الجنسية الأمريكية ويملك علاقات جيدة وقد تخرج من جامعة هايوارد في كاليفورنيا وعمل في شركة بريتيش بيتروليوم بما في ذلك منصب كبير مدير شؤون الشركة وزعم منشور جاليا موفا أن مسؤولين رفيعي المستوى بدأوا في شراء عقارات في فيزويلا ويعملون على الحصول على حقوق الإقامة ووفقا للتقارير فقد زعمت المصادر أن بعض المسؤولين الروس اشاروا بالفعل عقارات في جزيرة مارغاريتا في فيزويلا كما ورد أن السياسيين الروس من ذوي الرطب الدنيا يسعون للحصول على الإقامة في الإكوادور وبراغواي والأرجنتين شهدت طائرات الكناذير المتخصصة في إخماد الحرائق ويتحلق لعدة مرات فوق سماء مدينة القنيطرة حيث تتخذ من المطار العسكري للقاعدة الجوية بالمدينة محطة دائمة ويضع المغرب أسطول طائراتهم من طراز الكناذير في حالة تأهب قصوى عقب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وبعدما شهد السنة الماضية موجة من حرائق الغابات أتت على آلاف الهكتارات من الغابات كما تسببت في خصائر ماذية كبيرة وهددت حياة المواطنين بمدن شمال المملكة على الخصوص ويتوفر المغرب على أسطول طائرات متوسط لكنه الأكبر في جنوب المتوسط حيث حصل قبل أشهر على دفعة جديدة من هذه الطائرات التي تفتقد إليها دول مصدرة للبترول والغازة أيدت استئنافية بني ملال الحكم الابتدائي خمسة أشهر حبسا نافدا في حق كل من طبيب تخذير وطبيبة ولادة يزاولان عملهما بإقليم لفقيب صالح عقب تورطهم في تسليم الوزير السابق محمد مبدع شهادة طبية وهمية وكانت المحكمة الابتدائية بالفقيب من صالح قد قضت بالحبس خمسة أشهر نافدة لكل من من طبيبة التوليد وطبيب التخذير المتورطان في تسليم شهادة طبية مزورة منحت لرئيس المجلس الجماعي للفقيب من صالح الوزير السابق محمد مبدع والمعتقل حاليا بسجن عكاشا تمكنت مصالح الأمن الوطنية من توقيف شخص يشبه تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ناطق الرسمية باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة وذلك بعد قيامه بالاتصال بمجموعة من رؤساء الجماعات الترابية في جهة فاس ومكناس وحسب المعطيات المتوفرة فإن المشبابي كان يقوم بإجراء مكالمات هاتفية مع السلطات المحلية المسادقة حيث كان يدعي بأنه ينوي ترتيب لقاءات تتعلق بزيارته لتلك المناطق وكان يعيد بمبالغ مالية تتراوح بين أربعون وسبعون ألف درامة أفادت المعطيات أن المشبابي قام بالاتصال بعدد من رؤساء جماعات أخرى مثل سيد الحسن، إغزران، غبالو، وزابا وطلب منهم المساهمة المالية لإجراء عملية جراحية لسيدة مريضة وقد حدد موعدا للقاء معهم عبر مبعوث شخصية يتمتع برتبة ضابط وأضافت ذات المعطيات أنه عندما شك أحد رؤساء الجماعات الترابية في صحة هوية الشخص الذي يدعي أنه الناطق الرسمي باسم القصر الملكية قام بتقديم شكاية مباشرة إلى النيابة العامة ليتم اعتقال ألماني بالأمر عبر كمين محكم تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير زوال مساء يوم الاثنين من توقيف طبيب متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما وذلك للإشباه في تورطه في ممارسة الإجهاد بشكل غير مشروع وكشف مصدر أمني أنه جرت توقيف المشتبه فيه وهو من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاد بشكل سري خلال عملية أمنية جرت تنفيذها بداخل شقة بمدينة أغادير حيث تم ضبطه في حالة تلبس بإجراء عملية لإجهاد حمل سيدة تبلغ من العمر 22 عاما وبحضور سيدة ثانية من معارفها وذلك في ظروف تنعد فيه شروط السلامة الصحية كما أصفرت الأبحاث يضيف ذات المصدر عن توقيف كاتبة بعيادة طبية أخرى يشبه تضرطها في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي وقد تم إخضاع المشبه فيه الرئيسي والكاتب والسيدتين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمانيين بالأمر توفي مساء يوم الأحد الكاتب المغربية العمازيغي محمد برشي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مدة طويلة وللكاتب المغربية ثلاث إصدارات وهي سيرة المغترب ونرجسية الرجل ورواية باسو أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية دشنت حمل على موقع جوفينديم لجمع المساعدات المالية لنقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه جماعة ملعب إقليم الراشدية وقالت الحملة الإلكترونية أن محمد برشي وافت المنية يومي الأحد الموافق للخامس والعشرون من يونيو الجاري تاركا خلفه ثلاثة أطفال يبلغون من العمر إثنى وثلاثة عشر وسنتين وذكرت أن حملة التبرع تهدف لتغطية مصاريف الدفن وإرسال جثته للمغرب وكذلك مصاريف مؤقتة لعائلة الفقيد حتى يتسنى لهم إجتياز هذه المحنة وتتمثل في دفع أقصات المنزل، أقصات السيارة، المأكل، المشرب والملبس وحسب أصدقائي فإن محمد برشي توقف عن الكتاب منذ شهرين لمرض ألم به وكان آخر منشور له في نفس الفترة أرفقه بمقولة إتماء القرطاص، إتماء ووال، بمعنى نفذة الذخيرة فلا مجال بعد ذلك للكلام قصة درامية أخرى تخرج من رحم كارثة الغواصة تيطان التي انفجرت في أعماق المحيط الأطلسي قبل أيام ولقي كل من كان على مثنية وعددهم خمسة أشخاص حتفهم فقد قالت والدة سليمان داود المراهق صاحب 19 عاما الذي لاحق بوالدي شهزاد داود ولقي حتفهم معا إنه كان من المقرر أن تخوض هي المغامرة لكنها تركت مكانها لابنها كريستين داود التي فقدت زوجها وابنها في المأساة تحدثت لهيئة الإيداع البريطانية بي بي سي قائلة كان من المفترض أن أخذ الرحلة مع زوجي لكنني تراجعت وعطيت مكاني سليمان لأنه أرد الذهاب حقا وعندما سئلت عن شعورها تجاه هذا القرار قالت دعونا نتخطى ذلك وأضافت كريستين كلاهما الأب والابن كان متحمسان للغاية بالرحلة التي كان من المفترض أن تزور حطام السفينة الشهيرة تيتانيكا على عمق نحو أربعة آلاف متر وأكدت الزوجة والأم المكلومة أن ابنها أخذ معه إلى الغواصة مكعب روبيكا لأنه أراد تحطيم رقم قياسي عالمي بحله على عمق آلاف الأمطار تحت سطح المحيط وبعد انقطاع الاتصال بالغواصة قالت اعتقدنا جميعا أنهم سيظهرون تأخرت الصدمة حوالي عشر ساعة أو نحو ذلك كان هناك وقت عندما كان من المفترض أن يكون على السطح مرة أخرى وعندما مر ذلك الوقت بذأت الصدمة الحقيقية وتابعت كريستين كان لدينا الكثير من الأمل وأعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي جعلنا نتجاوزه كنا ننظر باستمرار إلى السطح كان هناك الكثير من الأشياء التي كنا نمر بها إلا أن فقدت الأمل بعد مرور 96 ساعة على الاختفاء مما يشير إلى نفاذ الأكسيجين وفي تلك المرحلة بعثت رسالة إلى عائلتها قائلة إنها تساعد للأسود وأشارت كريستين إلى أن ابنتها ظلت متفائلة حتى أبلغ خفر السواحل الأمريكية على الأسرة بالعثور على حطام الغواصة في مشهد يفتر القلب انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة المصرية مسنة في مكة المكرمة أثناء آداء مناسك الحج تتفاجأ برؤية شاب سعودي يشبه ابنها المتوافي ويظهر في المقطع الشاب السعودي وهو يقبل رأس المرأة المسنة وهي تبكي وتردد ابني يا ابني وتقول للشاب أن ابنها توفي منذ أشهر قليلة في الخامس من يناير وترد عليها أنه كان قدع في إشارة إلى ابنها المتوافي وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر الشاب وهو يودي السيدة شماغة وعقالة وطلب منها أن تعتبره مثل ابنها وأخبارها أنه سيعطيها رقم هاتفه وسيزورها في مصر كشف المنتج البحريني محمد ترك أن أهل طليقاته دنيا باطمة رفضوا ارتباطهما إلا أنهما نجح في إغناعهما للموافقة على زواجهما وتحدث محمد ترك في فيديو شاركه مع متابعي حسابي على تيك توك عن قصة ارتباطه بالمغنية المثيرة للجدل قائلا إن دنيا باطمة تواصلت معه من أجل الاشتغال معه كمدير أعمال إذ رفض العرض في البداية قبل أن يوافق من بعد على ذلك وأكد ذات المتحدث أنه جمعت علاقة جيدة بباطمة خلال تعرفهما ما سهم في ارتباطهما من بعد وتابع قائلا بدأنا نشغل وبدأت تحب عيالي سرت ما شوف إلا هي وأهلها ما وفق ما وفقوا ولكن الموضوع حسب عنهم وخاذين بعض وفي سياق متصل انفصلت دنيا باطمة عن والد ابنتيها بعد المشاكل التي نشبت بينهما بسبب الخيانة الزوجية والتي كانت سببا وراء إدانته بثلاث أشهر سجنا نافدا وبالرغم من التدخلات التي قام بها أقارب أصدقاء دنيا باطمة من أجل الصلح بينها وبين محمد الترك إلا أنها رفضت ذلك كما أنها امتنعت عن لقائها انسحبت الديفا المغربية لطيفة رأفة من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ستارليت في موسمه الثاني والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة على القناة الثانية مصادر إلامية كشفت أن سبب انسحاب لطيفة رأفة جاء بعدما عجزت القناة الثانية عن تلبية طلباتها ورفضت الموافقة على الشروط التي وضعتها من أجل الاستمرار في لجنة تحكيم البرنامج وأكد نفس المصدر أن القناة بصدد التفاوض مع النجم المغربي حاتم عمور من أجل تعويض الفنانة المغربية لكن الأمر لم يحسم لحين قراءة هذا الخبر وانتشرت شائعات في الفترة الأخيرة تفيد بوجود خلافات بين القناة وبعض أعضاء لجنة التحكيم بسبب الكاشي حيث أن نعمة نحلو ولطيفة رأفة طالب برفع المبلغ في الموسم الثاني اختارت ابتسام شكارة مديرة أعمال وزوجة الممثل والمخرج رشيد الوالي أن تشد الرحالة إلى كوريا الجنوبية لمتابعة دراستها الجامعية وتخاصم رشيد الوالي أن نبأ مع جمهوري متابعي حسابه الرسمي على منصة الانستجرام من خلال نشر مقطع فيديو يجمعه بزوجته وهم في طريقهما نحو مطار محمد الخامس من أجل الصفر إلى كوريا وأعلنت شكارة في المنشور أنها تسجلت في برنامج صيفي في إحدى الجامعات في سيول لتتلقى دروسا في العلاقات الدولية والديبلوماسية بعد حصوله على الإجازة في مسلك القانون بالفرنسية يقتنم الفنان المغربي على الفرصة ويعبر عن افتخاره بها ودعمه الله مشروط لها إلى هنا نأتي لناية هذا الموجز شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله أستودعكم الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة